اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير الجهاز الحكومي عملية مستمرة تعزيزا للتطلع الدائم بأن يحظى المواطن بأفضل الخدمات وأن يكون الهدف الأسمى لكل جهد وركيزة عمل كل مسؤول بالحكومة لافتان سموه إلى أنه لا حدود لتمييز أبناء البحرين ولا أحدى لطموحاتهم وشغفهم للإنجاز في كل ظروف والتحديات منوها بأهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بما يدعم الخطط الاستراتيجية الحكومية ويحقق أهداف مسيرة النماء والتطور في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعى جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله عن بعد عددا من المسؤولين الذين تم تعيينهم مؤخرا حيث هندأهم سموه بالثقة الملكية السامية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم خدمة للوطن والمواطن مؤكدا سموه بأن الإنجاز هو معيار الكفاءة لافتا سموه إلى الثقة في أبناء البحرين وطموحهم العالي في الإبداع والتميز في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الحكومية الموجهة لصالح الوطن والمواطن مؤكدا سموه بأن المسيرة الوطنية التي خطتها السواعد الوطنية بروح البذل وحب الإبداع مستمرة بما يعزز مكانة مملكتنا الغالية في مختلف المجالات وقد أعرب المسؤولون المعينون عن اعتزازهم بالثقة الملكية السامية وشكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه بالكوادر الوطنية وحرصه الدائم على تطوير الجهاز الحكومي